موسيقى اليوم الثالث والعشرون من سبتمبر أينول من عام 1973 13 يوماً تفصلنا عن المعركة الكبرى معركة التحرير والكرامة وفي ذلك اليوم يظهر احتفاء الأخبار والأهرام بقطع دول الإفريقية علاقتها مع إسرائيل وهناك في أمريكا يحصر الرئيس نيكسون في فضيحة ووترغيت فيما يتهم منذوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة ألمانيا الشرقية بتدريب وتجهيز وتمويل الفدائيين العرب الذين يعملون من أراضيها في صفحتها الأولى تركز صحفه على النزاعة بين الدول الصناعية والدول النامية في مؤتمر صندوق النقد الدولي وعلى صعيد المحلي ينتظر الجميع ما سيعلنه الرئيس حيث نوهت صحفه بخطاب بلغ الأهمية يواجهه الرئيس السادات إلى الأمة في ذكرى وفاة عبد الناصر يوم الجمعة الموافق الثامنة والعشرين من سبتمبر أيلول وعلى هاميشي هذا الخبر تنشر صحف تفاصيل لقاء السادات بالمفاكرين والساسة الذين اشتركوا في جلسات الاستماع في مجلس الشعب وشرح لهم السادات جهود الدولة لكسب الرأي العام العالمي لكن في إطار خطة الخداع الاستراتيجي يبدو الأمر صعبا حيث تغطي صحيفة الأخبار عدة مرسم بروتوكولية يؤديها الرئيس خلال الأيام المقبلة فيما نشرت الأهرام خبرا صغيرا لا يكاد يلفط النظر عن أعداد الحكومة مشروع قانونا يقضي بتأجيل تجنيد أعضاء البعثات الداخلية حتى سن التسعة والعشرين وتسعة أشهر أسوة بزملائهم الذين يفدون إلى الخارج في بعثات علمية حتى يتفرغوا لدراستهم وإنجاز البحوث وفي شأن الفني أورادت الأهرام والأخبار إحياء المطربي محرم فؤاد حفل أضواء المدينة بصحبة الفرقة الماسية بقيادة المايستر أحمد فؤاد حسن في داري السينما قصر النين كما أعلن عن فيلم الزواج على الطريقة المصرية التي تقوم ببطولته الفنانة تحية كاريوكا مع أبطال فرقتها الفنان عيمة حمدي والفنان محمد نجم أما في الرياضة فكان الخبر الأكثر شعبية هو فوز الأهل على نادي القناة بأربعة أهداف نظيفة